اهلا بكم معاكم كريم النهاردة هنعمل فيديو جديد عن مميزات ال MIUI 11 الاصدار الرقم 11 هو جيل تحديث الرسمي على تليفون ريدمي 7 فخلينا نشوف ايه هي المميزات الجديدة وايه اللي انت تقدر تعمله بالتليفون بعد التحديث ده اول حاجة معنا النهاردة هي الفيديو المتحرك اللي تقدر تحطه وكخلفية للشاشة نفسها الخلفية الرئيسية اي فيديو انت عايزه يعني ممكن مسلا تخش على المعرض بتاعك الجالوري مسلا لقيت فيديو باقس اهو ممكن تدوس على التلات نقط اللي تحت دول وهتلاقي ده هيخليه على طول يسايف الفيديو ده كولبيبر عندك وتقدر برضو تخش على السمزات او الاشكال على حسب بقى انت مبالك عامل عربي ولا لا وتروح على الولبيبر او ال اوراق الحائط وهتلاقي هنا في هتلاقي الايكونة بتاعتها بتتحرك هتدوس عليها هيجيبلك بقى الايكونة بقى والبيبر بتتحرك ايه يا اخوية ده بس بس خلال وبردو فيه والبيبر شكله باقس اهو انا مش عارف ده اساسا شكله ما بتحركش اصلا بقى بقى يا حلوة ياولاد اه دي بقى مطرة بقى بس بلاش المطرة دي لان بصراحة المية المتحركة دي بتخليك تحس ان انت عايز تخش الحمام مش عارف انت زي ولا لا بس عندك بقى والبيبر كتيرة ممكن تختار ما بينهم والحاجة تانية اللي هتلاحظها ان الجهاز بقى سريع بقى سريع عن الاول اه مش اسرع حاجة طيب بقى في الاخر المعالج اللي محطوط هنا بس هو بقى اسرع من الاول حتى الاموشنز والحاجات اللي هي الحركة دي هتلاقيها بقت اسرع معاك عن الاول وبقت فلويد اكتر والتاني حاجة بعد كده هتلاحظها ان الايكونات بتاعت التطبيقات بقت تظهر هنا فوق وعلشان تشغلها هتخش على الاعدادات وبعد كده هتخش على الشاشة والديسبلاي بعد ما تخش على الشاشة بقى هتلاقي هنا حاجة اسمها نوتش بار اند ستيتس بار هتدوس عليها هتلاقي show icons for incoming notifications هي دي اللي هتفعلها لشان تظهر لك ايكونات الاشعارات فوق هنا بس للأسف لو انت مثلا جوه تطبيق هتلاقي يظهر ايكونة واحدة او ايكونتين على حسب انت مشغل سرعة النت او لا لو مشغل سرعة النت هتلاقي في ايكونتين او ثلاثة والباقي لا لو بقى مشغل سرعة النت هتزهر لك سرعة النت فوق هتلاقي ايكونة واحدة بس اللي موجودة لكن وانس ان انت تطلع برا خالص هتلاقي كله شغال عادي النقطة اللي بعد كده بقى هتلاقي ان في حاجة ضافة جديدة في الاعدادات طبعا هتلاقي الاعدادات شكلها هتغير وبقت اقرب للسامسونج الوجهة الجديدة بتاعتهم الواني واي هتلاقي في حاجات كتيرة او متشابهة ما بينهم ويرتبو لك بقى الايكونات بتاعتهم بس هتلاقي ان الباتاري برفورمانس مثلا لو دخدت على الباتاري سيفر يا اخويا ايه ده لو دخدت على الباتارية بقى هتلاقي ان الدنيا بقت منظمة اكتر ولو دخدت على الباتاري سيفر اتفهم بقى هو بيعمل ايه بالضبط التطبقات اللي هي بقى بتاعت السيستم اللي شغالة بيعملها ريستريكت بيقيدها وبرضو بيعمل فريز للأب باجراوند عشان التطبقات متقدرش شغالة في الخلفية حتى لو انت قافل الشاشة وبرضو بيعمل كلير كاش بقى لان في ناس كتيرة ما بتعملوش فهنا هو بيعملو عنك انت نيابة انا عنك دايما بتلاقي بقى الابل فان بويز يقولك اتس ايفون اتس ابل ومش عارف ايه فعلشان كده بقى شاومي حطت لك بعض التطبيقات او بعض الحاجات في الاعدادات اللي شبه الايفون شوية يعني لو دخلنا على دي مسلا اللي هي ديجيتال اللي يبقى الرفاهية وكلام الفارق ده هتلاقي بالعرب اسمها الرفاهية هتلاقي بقى وين داون لو انت بقى عايز تحدد اوقات لنومك وما يبقىش بقى فيه ازعاج او حاجة لو انت نايم برضو تقدر تحدد الاوقات اللي انت بتنام فيها اول ما يبدأ الوقت بتاع النوم ده هتلاقي ان هو قلب البتاع على الابيض والاسود وهنا بقى بيقولك ان هو بيلغي الاشعارات خالص عشان يتجنب بقى الازعاج والكلام الفارق ده وهنا بقى بيقولك جود نايب وتسليب بقى ومجرد ما الوقت اللي انت حددته ده انتهي هتلاقي بقى التليفون الشغل معك عادي جدا طبعا هنا بتحدد بقى الوقت والكلام الفارق ده احنا مش عايزين ناسس عن النساء ده تاريفوناش داشبورد بقى بيقولك انت بتقضي الوقت بتاعك ازاي دي بقى حاجة زي السكرين تايم في الايفون يقولك مثلا تقدت على الفيسبوك 22 دقيقة طبعا علشان يقلل لك بقى حجم استهلاكك للتطبقات دي يعني انت مثلا ممكن تلاقي فجأة انت لما دخلت بقى على الحاجات دي فجأة تلاقي نفسك بتاعك كتير على الفيسبوك فتبقى عايز تقلل الوقت ده ده بيحدد لك بقى وقت معين بقى لتستخدم فيه التطبقات يعني ممكن تحدد ان الفيسبوك مثلا تستخدمه لمدة ساعة بس بعد كده الفيسبوك يقفل لواحده او يقطع عنه النت وهكذا بيقولك عايز تزر ايكونة للتطبق نفسه برا خالص طبعا مش عايز بالقرب هنا بقى الهي جيم تيربو هتلاقي بقى عملك مسرع للالعاب بتضيف اللعبة بتاعتك هنا علشان يزبط لك الجهاز وانت بتلعب يعني فرقة ما انت كده كده بتتغلب وكده كده عمال تخسر ودي بقى كويكربلايز اللي هي ميزة بقى جديدة ان انت مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبقات والكلام ده اللي هي يخليلك بقى ان انت مثلا لو عندك الواتساب او الفيسبوك او اي حاجة بتقدر ترد رد سريع على طول من فوق مش محتاج ان انت تخش جوه فدي حاجة مميزة برضو وكويسة دي ساكند سبيس كلنا عارفينها يا بس تغير مكانها وهنلاقي برضو في الميو اي حداشر ده يعني يوم غيروا شكل الايكونات بقت شكلها اكبر مش عارف ليه نيجي بقى للميزة اللي بعد كده واللي عجبة ان انا شخصيا بقى ويعني ااااه تقدروا تقولوا يعني ما تبغسكم يا آيفون جية هتلاقي ان هو اعملك ايدد جديد للفيديو فيه فلترات تقدر تضيفها وانت حتي مشاغة للبتاع عايز بقى تزبط في الفيديو حتى مش في الصورة بس والتزبط فعمل لك اوبشن جديد تماما في موضوع الفيديو ده وكمان عمل لك ان انت تقدر تعمل شير عن طريق الشير مي بقى اسمه شير مي بقى دلوقتي ما بين بقى الريلمي والأوبو والكلام ده بس انا ما جربتوش بصراحة علشان لما جيت حطيتو على المبايل الريلمي طلب ان هو يخش على الموقع بتاعي انا ما بحبش حد يخش على الموقع بتاعي فعشان كده روح تقفرد طبيقه مش عايزه نيجي بقى لحاجة مميزة جدا في التعديل بتاع الصور انت ممكن تعمل هتروح بقى على الريز تمام؟ ممكن تشيل حد من الباكجراوند يعني ممكن كده اهو انا كده خلاص بقيت من غراز جوه الصورة حاجة حلوة قوي صراحة ممكن اما بقى تختار اوبجيكت كله هو شالني انا كلي وممكن بقى يبقى عن طريق خطوط بس يعني تختار خط معين تشيله خط معين تشيله خط معين خط معين وهكذا حاجة مميزة جدا لو انت مثلا في صورة ولا حاجة وعايز تشيل حاجة منها دي هكون مفيدة لك جدا مميزة جديدة وعجبتنا انا شخصيا وعلى فكرة اعتقد هتعجب ناس كتيرة قوي وفي بقى برضو ان انت عايز مثلا تغيم على الحتة دي مثلا يبقى حاجة بقى زي خلف الاسوار عايز بقى خلف الاسوار ومع ذلك تحط قلوب شيء عظيم جدا عايز بقى خلف الاسوار ويتعمل كحك كحكة هوا بقت كلها كحك دي بقى لو عايز بقى خلف الاسوار ومع البطيخ ودي خلف الاسوار ومعها بقى رانب ومش عارف ايه كتا تريبا ودي انجوم دي قلوب برضو اه دال بقى الترتر بقى لو انت عايز تحط ترتر مثلا انت بتصور فرح ولا حاجة وصورت العريس وزعل او العريس ان انت صورته ومفيش ترتر فساعتها هتعمل ايه لا تحط له ترتر في الصورة دي برضو ميزة كويسة كده معانا بقى يعني شاومي عدلتلك الحاجات دي كلها هتسيبك كده لا عملتلك حاجة كمان زيادة هتخش على افل الشاشة او اللوك سكرين هتلاقي هنا انو اضاف حاجة جديدة اللي هي لوك و لوك فورمات اللي هي بقى عايز اللاك ال بتاعها هنا عايز تخليها زي شبه تلفونات الريالمي والسامسونج هتلاقي بقى vertical على الشمال وفي النص على حسب ما انت تحب بقى اختر واعتقد ممكن تلاقي options اكتر في التلفونات اللي هي اللي فيها ambient display زي التلفونات اللي فيها شاشات اموليد زي مي ناين تي والمي ناين تي برو هتلاقي بقى الحاجات دي هتلاقي هنا بقى هنا بقى تلاقي فيه ووك لوك سكرين فورمات نوتيفيكيشن اللي هي لو جاتلك نوتيفيكيشن تلاقي الشاشة نورت طبعا هتسهلك من البطارية اكتر بس هي موجودة حاجة كيه زي الايفون يعني وعندك هنا بقى نقطة تانية عجبتني برضو لو دخلت على النوتيفيكيشن والنوتيفيكيشن شيد هنا بقى عايز شكل النوتيفيكيشن من فوق يبقى MIUI او اندرويد انت اللي بتختارها دي بقى لحسب ما انت تحب وفيه برضو ميزة جديدة اللي هي hide notch هنا بقى تلاقي don't hide هيخليها موجودة طبعا النوتش اللي موجود في التليفون ده مش دي هو النوتش المعفن القبيح ده بس ما علينا هنا بقى تقدر تعمل hide من غير بقى ينزل لك السواد ده ينزلوا لك تحت لو انت عايز بقى السواد ينزل لك تحت خالص اهو هتلاقي السواد نزل لك تحت والايكونات بقى ظهرت كلها ايكونات الاشعارات ظهرت كلها هنا دي بقى ميزة لو انت عايز الايكونات تبقى ظهرة والتليفون كأنه من غير notch هو كده بيعامل التليفون على انه تليفون من غير notch فدي ميزة كويسة برضو اعتقد هكون مفيدة الناس كتير قوي هيلغي لك النوتش ده خبص والايكونات هتظهر عادي كأن التليفون من غير notch ده لو انت كاره النوتش وبرضو دلوقتي اعتقد هتبقى الباسورد باند سكيورتي زي ما بيقولوا هتلاقي الفاسئة النوك بقى ظهرت لك عادي مش لازم تحول الدولة والكلام الفارغ اللي كان بيحصل ده بس ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى اكون غطيت معظم المميزات لو عندك ميزة تانية حابت اضافها للناس تستفاد منها ياريت تقولها لي تحت في التعليقات وهذكر اسمك وفي الفيديو اللي بعد كده لو عملته للميزة دي هذكر اسمك واقول هو اللي قال لي على الميزة الجديدة دي وبرضو لو عجبك الفيديو ده ياريت تدوس لايك وشير علشان نوصل لأكبر عدد من الناس وياريت برضو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار اول منازل اي فيديو اترككم في رعاية الله وامي سلام عليكم